الاهلي عنده مشاكل كتير يعني من الناحن الفنية وإدارة المباريات والروتيشن اللي بيعمله المدرب وحتى فيه تغير في طريقة كلام المدرب مع الإعلام أنا يعني كل الناس بتحترم وراجل جيه وعمل إنجازاته ما تكتبش الهيتك بنفسك جوه النادي الاهلي اللي انت بتعمله ده انت كده بتسلك خطة موسماني قبل ما يمشي الكلام بشوية يعني غرور شوية القرارات نفسها هو راجل هادي طبعا جدا لكن بتلعب الزمالك بترايح لعيبة مهمة مش الزمالك هيترايح قدامه لعيبة مهمة ماتش اللي فات ماتش الكاسة كوتش كرة تتغلب والكرة أنصفتك عشان أنا بقولكو كان الاهلي منظم أكتر برا الملعب قبل المباراة فالكرة أنصفت الاهلي والاهلي التوفيق كان معاه في المباراة هيدي الكرة الكرة مش ملعب بس كرة ملعب ومكتب وقرارات إدارية وكل حاجة فالاهلي كان منظم بشكل كبير الماتش ده التوفيق كان مع الزمالك التوفيق كان مع الزمالك كان ليه أسبابه برضو أسبابه إن لعبة الزمالك والمدرب والجهاز والمجموعة كلها حتى اللعيبة اللي برا كلهم عندهم دوافع كبيرة جدا إن هم يكسبوا النادي الأهلي عشان كه الزمالك كسب عشان كه التوفيق كان مع الزمالك عشان كده التوفيق مع الزمالك الأهلي لا محضرش نفسه للماتش كويس الأهلي محضرش نفسه للماتش كويس وماتش الكاس خلا كولر يعني مش مشكلة ألعب بفلان وهنزل فلان في الآخر وأقدر أعوض وبتاع لا الكرة مش كده الكرة مش كده ومش الزمالك اللي تعمل معا كده مهم جدا إن إحنا يعني الرجل يكون رسالة وصلت له يعني يعني وأكيد أنا متأكد ومعلوماتي إن كابتال محمود الخطيب هيقعد مع كولر وهيقول له لا ترتيبتك للمباراة أو قاعد معايا النهاردة ترتيبتك للمباراة كانت غلط تحضيرك للمباراة كانت غلط تشكيلك ما كانش مظبوط حاجات كتير خلت التوفيق إن هو يروح منك ولكن الأهلي الحقيقة ما تقلقش عليه في المواقف دي لأن الأهلي بيعرفوا يتعاملوا مع الأزمات لأن الهزيمة من الزمالك أزمة الزمالك بقى ترتيبه إيه الأهلي ترتيبه إيه دي مش قصية الزمالك الهزيمة من الزمالك أزمة بالنسبة للأهلي والعكس صحيح لكن الأهلي بيجيد التعامل مع الأزمات بشكل أفضل يعني التوابع ما بتبقاش دايما عنيفة في الأهلي زي الزمالك وده طبعا حاجة تحترم جوه الأهلي الإدارة بتاعف التعامل مع المواقف دي بشكل كويس ولكن كولر عنده أخطاء والإدارة عندها أخطاء فيه لعيبة بتلعب يا جماعة في الأهلي ماينفعش تلعب في الأهلي نسألوش مني يعني مهما كان فيه كده ستاندردز معينة بتاع تلعيب الأهلي بتاع تلعيب الزمالك بتاع تلعيب المنتخب الستاندردز دي لو أنت اتسامحت فيها مرة واثنين وثلاثة خلاص الليفل بتاع الستاندردز ده نزل خد درجة لتحت فبقت خلاص دي الستاندردز بتاعتك زي ما حصل كده في الزمالك بعد الجيل العظيم اللي هو من 2001 ل2004 اللي هو كسب كل حاجة ابتدى الزمالك إيه معلش محترام يمضي لعيبة إيه من الشرق ومن الغرب وفلما عدي من قدام النادي تعالى وبتاع فابتدت الستاندردز الاكسبكتيشنز والتوقعات تتنتقل فالزي ماك ماعيفش يكسب حاجة نتاشت لوكاس بس بعشر السنين ومش ماينفعش للناس التدت تتسامح في استاندردز او او المواصفات الرئيسية للعيب اللي يلبس فانيلة الزمالك نفس الكلام النهارده معلش يعني النهارده اللي جاب موديست لازم يتحاسب مش علشان موديست العيب موديست عمل كارير رهائل في اوروبا لكن اللعيب بيوصل لمرحلة معانا خلاص بيبقوا بيوصل للبيك بتاعه اللي هو افضل مستوى ليبقى كده ممكن بيحصله دونجريد ماخدوش بقى وهو نازل في اخر الزحليقة مش الاهل اللي ياخد لعيبه هو نازل في اخر الزحليقة خلاص لا مين المسؤول عن انه يجيب مودست ومين المسؤول على الاسرار على بقاء مودست ومين المسؤول ان مودست يبدأ ده رجل مع احترامي كبير لي والله ما بحبش أبقى يعني خاصي على اللعيبة لكن مش قادر يتحرك خلاص يعني هو بيحاول وانا متأكد ان هو رجل بروفشنال ورجل كزا لكن الاحترافية لا تكفي الاحترافية لازم تبقى قادر في الملعب الرجل مش قادر يتحرك علش فيه لعيبة لا لا كريم ندفد ما ينفعش يلعب في الاهلي مع احترامي الكبير كريم ندفد رجل مستوى أقل من الاهلي بكتير انا عارف ان هو ادن الاهلي وعارف ان فيه شوية عطفة لا انما مش عايق يعني كل المتشاط اللي بشوفها الكريم ندفد 90% منها حتى هو في فوتشر وحش وما بيتطورش ما فيه لعيب بيبقى عنده بوتينشل يعني ايه لعيب عنده ممكن يبقى كويس وعكايا بيوصل لمرحلة بيقف عندها بنشوف الكلام ده في لعيبة كتيرة جدا انا عارف ان الكريم ندفد ولد طيب جدا وانا زعلان انا بقول عليه الكلام ده لكن مفعش يلعب في الاهلي مستوى مش مستوى الاهلي فيبدأ ماتش زى مالك بتغتظلم اللعيب مش قادر ان هو يجاري الرتم ده مفروض طبيعا براح ان هو تنديها 32 يبقى كان برا قاد في القوضة لانه الرتم عالي عليه مش عارف يجاري الرتم بتاع الماتش بيلعب قدام لعيبة يا جامدة ناصر ماها اللعيب تقيل بيستلم بين الخطوط وبيلف بيه وبيروح له بتاع مش عارف ان هو يعمل يعمل الكلام ده في لعيبة لعيبة يعني بكل صباحة يعني صعبة قوي يعني يعني صعبة يعني زى ما قلتلكم الموضوع موضوع ستاندردس وموضوع مستوى انت بتتسامح فيه مش كل العيب تقالي من تحت ان هو يقدر نوعي اه ممكن يقدر يلعب في الاول وقد دي له فرصة واصبر عليه وكل حاجة انما ندفد انا بتكلم على العيب بقاله في الدرجة بقاله في الدرجة بقاله في الدرجة بتاع خمس سنين وراح اعاره وليه باساسي في فيوتشر وكل حاجة ورجع لك تاني لا مستوى لا اهلو ان هو يكون العيب اساسي في النادي الاهل كريم ندفد محترامي الكبير يعني يعني ففيه ومودست ما ينفعش ان هو بمستوى ده ان هو يبقى بيلعب في النادي الاهل في حاجات كتيره ان احنا بنبصره احنا بنقيم من الناحية من الناحية الفنية وعلى فكرة الزمالك لما بيتغلب بنطلع نقول لا فلان قليل ما ينفعش عشان ما حدش ياخد الموضوع شخصانة واهل الزمالك لا باطلع اقول ان فلان لا ما ينفعش يلعب وفيه وقت ان الوقت هطلع بالاسم اقول ان فيه لعيبة في الزمالك بس لازم اديهم فرصة ان فيه لعيبة لسه جاية وبيعين في نص موسم بس فيه وقت ان الوقت هطلع اقول لا التعقدات دي غلط